يصر الحوثيون على اظهار نيتهم السوداء ونيتهم الخبيطة في ضرب المملكة العربية الصعودية ومشاريعها الكبرى من خلال التهديد باستهداف مشروع يوم على رأس هرم السلطة في جماعة الحوثيين زعيم جماعة الانقلابيين اليمني عبد الملك الحوثي والذي يستمر في التطاول على المملكة العربية الصعودية وتهديدها فقد هدد هذا الزعيم امس السبت التحالف العربي بقيادة الصعودية باستهداف مشروع يوم السعودي بالصواريخ وتدميره حل عدم حدوث تطورات ايجابية في جهود الوسطة التي تقودها سلطنة عمان بين الجماعة والمملكة وقال الحوثي في كلمة بثها تلفزيون المسيرة الناطق باسم الجماعة ان تحالف العدوان اي في اشارة الى التحالف العربي يصر على الاستمرار في حصارنا واحتلال اجزاء وسعة من بلدنا وتفكيكه وعلينا مواجهة ذلك ضرورة واقعية وتبع الحوثي بالقول امام المرحلة التي تشهد حفظا للتصعيد وافساحا للمجال للوساطة العمانية الا اننا لسنا في غفلة عن مساعي الاعداء لتحقيق اهدافهم الشيطانية وهدد الحوثي قائلا اذا لم تحصل تطورات نجابية ومعالجة للاجراءات الظالمة ولم يقلع السعودي على استمراره في نهجه العذائية فان موقفنا سيكون حازما وصارما ووفقا للحوثي فان مشكلة السعودي والاماراتي بالرغم مما كلفهم العذوان على الشعب اليمني انهم خاضعون لامريكا وبريطانيا ومؤكدا انه طالما بقي السعودي مرتهنا للامريكيين ومتجها ضمن املاءاتهم فهذه مشكلة كبيرة جدا حسب تعبير زعيم الانقلابيين واتهم الزعيم امريكا بالحرص على استمرار الاستهداف للبلد وانه اذا لم يتمكن من احتلال كل البلد ان يستقطع ما تم احتلاله منها وتبع الحوثي قائلا لا يمكن لعيش السعودي في امن ورفاهية وتحريك للاستثمارات في نيوم وغيرها ثم يتسبب باستمرار الحصار والمعاناة والبؤس في واقع شعبنا متهما بتنفيذ الاملاءات الامريكية والبريطانية ومحذرا من ان عواقبها ستكون واخمة عليها وراء الحوثيان استمرار السعودي في السياسة العدائية والخطئة والتدخل السافر في شؤون الشعب اليمني لن يحقق لها السلام مشددا على ضرورة تحمل التحالف العربية تبعات عملياته العسكرية في اليمن بالقول لا يتصور السعودي ان بلدنا سيبقى مدمرا ومحاصرا والشعبنا سيجوع ويعاني ويبقى هو نائن بنفسه عن تبعات كل ما فعله ويفعلها على حد تعبير الزعيم الانقلابية وحذر الحوثي من استمرار قوة جماعته في تطوير الاسلحة قائلنا لسنا غافلين خلال هذه المدة نسعى لتطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من اجل هدفنا المقدس في التصدي للعادة دعيا في الوقت ذاته التحالف لتنفيذ اشتراطات الجماعة بدفع رواتب الموظفين العموميين من عائدة النفط اليمني وإيقاف عملياته العسكرية ورفع قيود على المنافذ التي تديرها الجماعة محذرا من عدم تلبيتها بحساب قوله واختتم زعيم الحوثيين تصريحاته بالتأكيد على موقف الجماعة من السلام بالقول إذا كانوا أن يقصدوا التحالف يريدون السلام فطريق السلام واضحة وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية